شو الفرق بين الكافر والفاسق الفرق بينهما كبير الفرق بينهما هائل الفرق بينهما عظيم الكافر الذي أنكر ربه أو أنكر الإسلام أو أنكر نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنكر أصول هذا الدين كلا الإسلام أنا ليس بصحيح أو الله ما بعث محمدا إلينا أو أعوذ بالله ودخل في قضية الإلحاد وبالمناسبة قضية الإلحاد بدأت تسري حقيقة يعني بدأ لها شكوك نجدها هنا وهناك وكأنها يعني إفلاس عند أولئك الذين لم يستطعوا أن يخرج المسلمين من دينهم بدأوا يضعوا لهم مجموعة من الشبا التي قد تزلزل عليهم شيئا من ثوابتهم ولكن صاحب الإيمان الذي يبني إيمانه على برهان وعلى علم لا تهمه هذه من فضل الله أما الفاسق فهو من كان قد اعترف بأن الله ربه وبأن الإسلام دينه وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبيه ورسوله وعمل بيعني بشرائع الإسلام ولكنه وقع في أمر من الأخطاء حتى ولو كان ذلك الخطاء من ما نسميها كبائر الذنوب سرق زنى عصى والدين فعل كذا يبقى مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته الله سبحانه وتعالى لما تحدثنا عن وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا شوف اقتتلوا وهم مؤمنون وقتل بعضهم بعضا أن تقاتل أخاك هذا أمر فيه معصية عظيمة جدا لا يزال الرجل في حل من دينه ما لم يصم دما حراما ومع ذلك وصفهم بالإيمان فإذا إذا عمل الفاسق معصية من المعاصي من الصغائر أو الكبائر كن أنت فاسق بهذه المعصية لكن لازلت تسمى مسلما ونعم مؤمن لكن إيمانك ضعيف أما الكافر هو من أنكر أصول هذا الدين